بالطبع الشباب هم الحاضر والمستقبل والتأكيد جائحة كورونا أثرت وأزادت من الأعباء فقر بطالة والمزيد من الأعباء الأخرى رومانيا لها تجربة في تمكين الشباب ومساعدة الشباب في هذه المرحلة في مرحلة الجائحة وما بعد الجائحة وهنا نستمع إلى كلمة من فخامة رئيس دولة رومانيا يسرني أن أنضم إليكم في هذه الفعالية المهمة إن منتدى الشباب العالم بات عنصرا مهما في حركة الشباب العالمية لا أنه يمنح الشباب مسارا مهما للمشاركة كجيل فتي الآن وهم يواجهون شأننا جميعا العواقب الوخيمة التي أدت إليها الجائحة ينبغي أن نكون على يقين أن الشباب هم المستقبل ونحن ندرك تماما الدور الفاعل الذي يلعبه الشباب في سياغة تنمية مجتمعاتنا وفي الاستجابة إلى التحديات الجارية للتعامل مع هذه التحديات تعد الحكومة الرومانية استراتيجية وطنية معنيها بالشباب 20-22-2027 وهي تركز على التمكين والتعليم وزيادة معدلات تشغيل الشباب وزيادة المشاركة الفعالة للشباب في الأمور السياسية والاجتماعية والاقتصادية وقد صدقت أيضا الحكومة على استراتيجية التحدي الأوروبي لإستراتيجية 20-22-2027 والتي دعمت دعما كاملا مشاركة الشباب في مؤتمر مستقبل أوروبا كخطوة أولى لإشراك في مشاركة الأولويات المهمة التي يعانى بها الاتحاد أولا ومنها التعليم والمهارات يعني بذلك المهارات الرقمية وثانيا حماية البيئة ومجابهة تحديات تغير المناخ ثم معدلات التشغيل ورابعا إدارة مسارات الهجرة رومانيا أيضا سوف تساهم في سنة أوروبا للشباب 20-22 بمشروعات ملموسة ونقاشات من شأنها أن تمنح الشباب منظور ضروري في مرحلة ما بعد الجائحة أود أن أشدد على أهمية الدور الحيوية الذي يلعبه الشباب في بناء واستدامة السلام بوصفه حق وحتمية ديمقراطية من شأنها أن تجعل مجتمعاتنا أكثر شمولا إننا في رومانيا نؤمن بصمود ومرونة الشباب في مواجهة مثل هذه التحديات ينبغي أن يمنح الشباب فرص ذات معنى للعب دور مهم في هذه المحنة وهذا يتطلب وجود منظومة سياسية وتعليم دوجودة على كل مستوياتي بما في ذلك في المواقف التي يعيش فيها النازحين واللاجئين ومنحهم فرص إنسانية أتمنى لكم منتدا ناجحا شكرا لحسن الاستماع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر